اشتركوا في القناة صحة وسعادة وطبية اتهمكم وتفيدكم ويصرنا استقبال مقترحاتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على ارقام التواصل قبل ما اذكركم بارقام التواصل ارحب فريق العملية اليوم في الاعداد يوسف سعد في التنسيق ميرا لقفلي في الاخراج عيسى سبيل مقدمة البرنامج اليوم دكتورة عاش البسطي اذكركم بارقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 نقولكم مبروك عليكم الرحمة من البارحة الحمد لله انطار الخير الله يجعلها انطار خير وبركة علينا والله يزيدها ان شاء الله الاجوال الحمد لله من البارحة تبشر بانطار والجو حتى وايد الحمد لله تحسن مع هذا نذكركم مرة ثانية توخى الحذر من ناحية الغبار من ناحية سبحان الله يعني الواحد يلتزم بأدويته خاصة المرضى اللي عندهم الحساسية عندهم الربو اشياء معينة الواحد يتوخى الحذر منها عساس ما تزيد الحالة في هالاجواء الجميع طبعا يستانس ويطلع على رحلات خاصة على البر في هالاجواء الحلوة فان شاء الله اتمنى لكم اوقات سعيدة وممتعة وطبعا بصحة وسعادة عشان تشين نبه على هالأشياء الناس اللي تكون مبللة نفسها بالمطار او الاطفال الصغار عساس نتوخى الحذر من ناحية دخولهم البيت اذا كان المكيف مفتوح السيراميك اللي على الارضية ما يكون عليه شي عساس بس سقوطهم وعساس ما يتأثر جسمهم او حتى عشاس جسمهم يكون مبلول ويدخلون في الجو البارد فيتأثرون بعد كذلك فهي نصايح بسيطة لكم خلال هالأجواء وإن شاء الله أجواء سعيدة وممتعة وتكون بصحة وسعادة مثل ما عودناكم برامجنا متنوعة مثل ما عودناكم برنامج الفقرة التقذوية عندنا اليوم فقرة ممتعة الناس وايد قامت تركز على هالشي الحين اللي هو الأسايب بيري الأسايب بيري بتدى ينتشر هالفترة كمية كبيرة الناس تحبه وتحبه كإضافات الأشياء معينة فاليوم إن شاء الله بنتكلم عن الأسايب بيري في فقرتنا التقذوية مع أخصائية التقذية في هيئة الصحة بدبي عبير عبدالله صبحت الله بالخير عبير هلا صباح النور كيف حالك الله يسلمت حبيبتي شو أخبارك عبير حمد الله تمام عبير الأسايب بيري الحين منتشر والناس وايدة تحبه وايدة تحبه فحابين تتكلمين عن الأسايب بيري شوفي هو الأسايب بيري النوع من أنواع التوت مثل كل البريز بلو بيري من هالنوع بس هو فيه كتير فوائد عالية فيه كتير ألياف نسبة عالية جداً فيه حتى اللي بيسموها مضادات الأكسدة أيوة مضادات الأكسدة اللي هي بتحارب الـ free radicals أو الشوارد الحرة اللي هي بتهدم خلايا الجسم بتسرع الشيخوخة بتزيد كتير من الأمراض والالتهابات فهو نسبة مضادات الأكسدة اللي فيه كتير عالية حتى مقارنة ببقية أنواع التوت يعني عنده العدد عنده بنسبة قياس الـ free radicals عند الصايبري 185 مثلاً بالعناب 11 بالبلو باري 36 وثلاثين فبتشوفوا أنه فيه مضادات الأكسدة كتير أعلى من وخير ماشاء الله وطبعاً هو الـ free antioxidant بتحارب كتير أمراض طبعاً بتساعد على محاربة السرطانات مثلاً بس ما فينا نقول أنه يعني هذا علاج أو شي بس يكتير بتساعد بكتير أمراض للإمساك لحالات مشاكل الجهاز الهضمي الألياف فيه كتير عالية والسكر بنفس الوقت خفيف بالفروط نفسها بالفاكهة نفسها ممتاز بس بدنا ننتبه أكتر أنه لما نشتري من بره ما يكون كتير منضاف عليه سكر أو مرات بحطه على كتير إضافات ما بنعرف شو هي فلما نشتري خاصة مرضى السكري أو اللي عندهم إشياء مثلاً بدهم عشان يراقب الوزن ننتبه لما نشتري من بره شو الإضافات المخطوطة عليه ممتاز صح لأن المعضب بيشتري على أساس أهميته بس مرات نحن يكون النسبة من الأصائب رئيق طئيلة والباقي أشياء ثانية فبنا نكون متأكدين شو اللي موجود بالشي اللي عم نشتري صح خاصة الحين الناس يمكن تأخذه وتتركز أكثر على أهميته وتتناسق أنها تتأكد من البطاقة القذائية من المنتج نفسه شو الأشياء المضافلة لأنه هو الشلف لايف أو عمر التخزين طبعه كتير أصير فكتير صعب أنه جيبوه فرش من بره دايماً موجود يأم عصير أو هذا لبيوري اللي منتشر أو بودرة العصير إجمالاً لأنه السكر بالفاكهة خفيف بيكون فيه كتير سكر مضاف فبنا ننتبه نقراها أكتر البراندات بيكون كتير سكر مضاف وليبيوري نفس الشي ممكن يضيفه عليه آيس كريم ممكن يضيفه عليه يعني كتير أشياء فيها سكر فبنا نتأكد شو الموجود فيه هو اللي أأمن شي موادات بيكون بيوجود بشكل بودرة أو باودر بعد أأمن شي لأنه بيكون ما فيه إضافات والساعة نحن فينا نعمله ممتاز مثل ما بتنامل بيس لأنه بيكون يعني أمي بالمية بس الأسايبيري بس الأسايبيري ما فيه شي بدون إضافات ثانية وبالعكس نوجود فيه كل الأشياء محفوظة يعني المواد الغذائية اللي فيه مش ناقصة كفيتامينات ومعادن ومضادات أكسيدم مركزة بالباودر ممتاز هي وفروض نفس الشتي بالبيوري بس بيوري لأنه بكتير ماكن بيضيفه عليه كتير أشياء أهي لأنه كذا حد يضيف لتشياء بس الواحد حتى يقدر يأخذ بيوري بس يتأكد بعد نفس ما هذا البيوري نفسه بس شي تاني شو الأشياء المضافة له أو أن البيوري أي بالعكس البيوري كتير منيح وفيه فوائد حتى الطعن طبعه هو الأحسن بس أنه يكون متأكدين أنه هذا خالص بس البيوري تبع العصائل أيوة أبير كم الكمية الموصفة فيها أن يأخذها الشخص في اللوم لا شو فيه هذا يعني ما فيه ما فيه هو جمالا يعني من أنواع الفواكه فكب أو كوب صغير هو حبة فواكه فمش مشكلة خاصة عند الناس اللي ما عندها سكر اللي ما بتخاف أنه يزيد السكر مثلا المريض السكر يسمح لحبتين اللي نقول لها ثلاث حبات فاكهة باليوم بس ما فيه أنه توصي لازم تأخذها الآن لا ما فيه لأنه يعتبر كان نوع من أنواع الفاكهة الثانية كان نوع من أنواع الفاكهة مثل أي شيء ثاني بس ما شاء الله فوايده كثير أعلى الحمد لله الصح والناس الحين هالفترة وايد قامت تركز عليه يمكن أساس الطعام بعد وعشان فوايده وزي ذكرتين الفوايد يعني مقارنة حتى بالفواكهة الثانية حتى باللي هي بالتوت اللي هو عادة عالي بمضادات الأكسادة بس يكون هم كثير أعلى ذكريني أميو خمسة وثمانية أميو خمسة وثمانية مقارنة بالعنب اللي هو هيدا عشر حدعة والبلوبري ستة وثلاثين ستة وثلاثين صح معظمنا نركز على البلوبري من ناحية المضادات الأكسادة هذا كثير أعلى بس هو المهم أنه يكون عن جد أصائب بري ما نخاخد شيء مخلوط بأشياء ثانية يكون النسبة ضئيلة الموجودة منه ممتاز ممتاز وعبير الكلمة أخيرة توجهين هم المستمعين بخصوص الأسعب بري هلأ هو شغلة كثير مفيدة مثل ما قلنا دايما نقرأ البطاقة الغذائية لأي أكل دايما نسمع عن أشياء كثير مفيدة عن أشياء كثير منيحة نقرأ على البطاقة الغذائية بيطلع شيء يمكن موجود بنسبة واحد بالمية فدايما نحن كثير مهم أنه نقرأ شو موجود قبل ما نشرب قبل ما ناكل أي شيء نقرأ لنعرف شو عم ناكل وشي عم نشرب صح لأنه كثير مرات بيكون ادعاء شيء على العلبة من برة مثلا ومن الجوة اللي مكتوب بيكون شيء تاني بالمرة وهي شغلة كثير سهلة لأنه نتعلم نقرأها بس هيك مع الممارسة بتصير سهلة كثير على أي حد ممتاز وهالشي الواحد يعرف على الأقل حتى لو ياخذ المنتج أو ياخذ التقذية نفسها عارف أهميتها بس عارف كم الكمية اللي قاعد ياخذها ما بنسبة بسيطة والأشياء الثانية نقرأ أشياء حتى مفيدة بس كمان لازم ناخذها بحذار مثلا ساكها مفيدة بس مرض السكر ما فيهم ياخذ عشر حبات ساكها باليوم صح فكمان لازم نكون وعين لهذا النقطة صح هاي نقطة مهمة صح يعني لكل شيء له حدود حتى في الأخذ وجسمنا حتى لو كانت لفوايد لأقتدار يعني بقولهم اعتدار السيد الحلول أو شيء فما نبالغ بأي شيء حتى لو مفيد ننتبه إذا فينا ناخذ منه هالآد أو قديش لازم ناخذ منه حتى حد أقصى عشان ما نكون عم نفوت بمضار أكتر مع أنه فوائد زيادة كوفي عبير عبدالله اختصاصية التقذية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك شكرا لكم السلام مستمعين مثل ما قالتنا الأستاذ عبير بخصوص الأساي نركز على البطاقة الغذائية إذا بناخذها كبيوري أو كعصير عساس نعرف بالضبط كم من الكميات المضافة له يعني أنا بأخذ صح وهو له أهميته بس الأشياء المضافة بعد له مثل السكريات المواد الحافظة الأشياء والمنكيخات الثانية الموجودة فيه فهذا بيعرفنا أكثر على الكميات اللي أنا قاعد أأخذها وحتى لو الشي مفيد بعد الاعتدال فيه النقطة المهمة اللي ذكرتها كذلك مضادات الأكسد الصح مضادات وتعالج السرطانات أو أنها تقيم من السرطانات بس هذا قير ما نعتبره كعلاج لأن الناس واحد تعتبره كعلاج وتلقي أدويتها ها ما يعتبر كعلاج هذه كزيادة في مناعة الجسم لأشياء معينة ومثل ما ذكرت الأساي نسبة المضادات الأكسد فيه كبير مقارنة بالفواكه الثانية طالعين فاصل إن شاء الله أراد لكم صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة ليتقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور الدبي أذكركم برغامة التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما طرقنا الموضوع اللي هو مضادات الأكسد ودورها في علاج ولغاية من السرطانات الحين بنذكر لكم الدراسة اللي اخترناها لكم اليوم اللي تهتم أكثر في فيتامين دي تقول دراسة فيتامين دي لعلاج سرطان الأمعاء توصل باحثون إلى أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين دي يمكن أن يوقف نمو سرطان الأمعاء لمدة سنة كاملة وتشير نتائج دراسات جديدة إلى أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين دي يمكنه وقف نمو وتطور السرطان اللي هو سرطان الأمعاء حيث اتضح أن تناول 4000 وحدة عالمية من هالفيتامين أدى إلى توقف نمو الورم السرطاني في المتوسط مدة 13 شهر أما المرضى اللي تناولوا جرعات من فيتامين دي أكبر من المعتاد فقد توقف نمو الورم لديهم مدة 11 شهر ولكن دراسة أجراها علماء من معهد دانا فاربر للسرطان تسمح بالافتراض بأن الجرعات الكبيرة من فيتامين دي يمكنها وقف نمو الورم السرطاني حتى في المراحل الأخيرة للمرض كما يشير الباحثون إلى أن النتائج التي حصلوا عليها مهمة جدا لأنها توفر للبشرية طريقة غير مكلفة في متناول الجميع لعلاج سرطان الأمعى فيتامين دي كل يوم يطلع لنا فايدة له ما بس للعظام حتى في دراسات كثيرة سوت مقارنة بينه وبين ما بأنه كمقارنة بس كتنظيم للسكر في الدم وكذلك الحين ربطوه بعلاج لسرطان الأمعى ما بأنه كعلاج بس يساعد على هذا الشيء أو في تطور المرض نفسه فيتامين دي لأهميات كبيرة في جسمنا أساسي في العظام اللي جسمنا مرضى وايد يعتمدون عليه الحينة ومعظم المراجعين عندنا عندهم نسبة مدنية من فيتامين دال يمكن الجميع يسأل أو يتساءل ليش مع أن بلدنا مشمسة طول السنة الشمس ما تغيب إلا نادرا أو أن الشمس يعني حتى الغيم يينأيام معينة بس بس معظم السنة نحن عنا الوقت مشمسة الحمد لله بداية نحن ما نطلع وايد ونتعرض للشمس وحتى لو طلعنا وإحنا ما تعرضين للشمس نطلع بطريقة أنه مغطين جسمنا أوقات اللي نطلع فيها حتى نطلع في أوقات تكون الشمس يمكن تكون وايد حارة أو تكون مبطلع الشمس بحيث أنه جسمنا يلامس أشعة شمس تلامس جسمنا ويتكون اللي هو العنصر الأكتف اللي هو العملي من فيتامين دال بالنسبة لي حتى في ناس واحد تقول طريقة لبسنا يعني نغير طريقة لبسنا لا ما نطلع نغير طريقة لبسنا بس في أماكم معينة في البيت نفتح الدراج تدخل الشمس تلامس جسمنا ما تكون في حاجز بيننا وبين الشمس ملامسة الجسم نكشف جزء معين من جسمنا يعني مثل لين الركب لين الإيد شوي تكون بس طبعا في مكان يعني معزول ما بأنه جدا من الجميع بس يكون الدراج تنفتح أو في مكان في البيت أعرف أنه يكون مغطى خاصة للنساء بحيث أنه أشعة الشمس تلامس جسمي في أوقات الصباح الأولى وأوقات المساء إضافة إلى اهتمامي بتغذيتي مشي حركتي ناس وايد لو يخذون فيتامين دي لاحظة والفروقات فيه ناس وايد تقول لا يعني التساؤلات تنطرحت كثيرة أنه بيأثر ويديأثر استخدامنا الفايتامين دي بعد ما نستخدم فيتامين دي كذلك بالنسبة لي فيه ناس وايد تستخدم ثلاثة شهر وتوقفه النصيحة لا توقفون على طول استشيروا طبيبكم قبل ما توقفون فحوصات طبيين تأكد أنه وصل للمستوى الطبيعي وإذا وصل للمستوى الطبيعي كذلك نكمل على الجرعة اليومية عساس لأن هاي الجرعة اللي نحتاجها نحن يوميا نحن ما نضمن أنه أنا يوميا بطلع في الشمس ما أضمن أني أنا أكلي كيف وطلعتي في الشمس وجسمي يكون معرض بعد الأشعة الشمس فهالأشياء تحتاج أني أستمر في أني أخذ الفايتامين دي عساس ما يرجع ينزل مرة ثانية والمستويات اللي يكون مدني في ناس ما شاء الله بالعكس يكون عندهم طبيعي أو يكون في مستويات عالية تعرضهم للشمس يكون معتدل يكون في أوقات صح يعرضون جسمهم فهذه للناس يكون دائما يكون في المستوى الطبيعي عندهم بس كنصيحة لا توقفون فيتامين دال على طول استشيروا طبيبكم قبل ما توقفون فيتامين دال لأنه يلعب دور أساسي في الجسم خاصة للعظم على الأقل واحد يوم بيوصل لسنة الستين يوصل لسنة السبعين هشاشة العظام تكون عنده مبأنها كبيرة أو حتى إن شاء الله ما يوصل أنه يصاب بها شاشة العظام لأن العظم عنده قوي الفايتامين موجود في جسمه إضافة إلى الكالسيوم لأن الكالسيوم بعد يلعب دور كبير الفايتامين دي يلعب دور كبير في امتصاص الكالسيوم في الجسم فهذه وحدة من فوايد فيتامين دال اللي هي يعتبرونه كمكمل لعلاج سرطان الأمعاء هذه الدراسة اللي نعرضت ونحن نستخدمه دايماً وناس وايد لاحظوا حتى علاقة أن آلام جسمهم ابتدت وايد تخف بعد ما ابتدوا يستخدمونه فهالشي طور من نفسهم أكثر ابتدوا يتحركون أكثر ابتدوا نشاطهم يزيد أكثر ابتدوا حتى ممارستهم للرياضة تزيد لأنه يحس جسمه تعبان وجسمه متكسر من الألم أو أنه حتى من نقص واحد من الفيتامينات اللي هي الفيتامينات الأساسية هذا يأثر ويعني أكيد يأثر فما بيبدل مجهوده اليومي اللي المفروض يبدله النقطة الثانية يمكن تلاحظون اللي عنده طفل صغير بالنسبة للفايتامين دال نعطيه للأطفال حتى الرضع أو نعطيه بعد الولادة على طول ياخذونه كقطور لإنمت جسم الطفل بفايتامين دال أساس ما يكون عنده نقص في فترات الأولى من حياته في ناس بتتساءل يمكن يزيد عن الحاجة اليومية اللي ياخذها الطفل أو تزيد نسبته حتى في جسم الطفل وخاصة أن الطفل رضيع لا هي هذه اللي هي الجرعة الموصة فيها اللي المفروض تكون في جسم الطفل نفسه يعني اللي يحتاجها كجرعة يومية في جسم الطفل فبتلاحظون أن الأطفال واللي أطفالهم بعدهم ما ياخذون فيتامين دال ولاحظوا أن الطفل يشتكي من آلام في جسمه دايما ما بنشيط يركض وبعد جسمه تعبان أو يشتكي من آلام في ريلة خاصة ياخذ على أقرب عيادة صحية يسوي له تحاليل الدم نحن نسوي تحاليل الدم حتى للأطفال بخصوص فيتامين دال والكالسيوم ونشوف وفي أطفال وايد يكون عندهم نقص في الفيتامين دال نفسه فمن يبتدون ياخذون من البداية الحمد لله يتحسن حتى وضعهم وشكواهم ومن الآلام اللي تصيبهم تكون وايد أقل عن قبل إلى أن تختفي في ناس وايد تكون عندها كذلك مشاكل في العظم نفسه أو في المفاصل وتشتكي دايما من آلام فيها فمن تبتدي على فيتامين دال إذا كان عندها نقص وابتدت على فيتامين دال تلاحظ أن هالأشياء تبتدي اتقل يوم بعد يوم بس طبعا من من أول جرعة أنا اعتبره أنه بيعطيني المفعول لا يحتاج مخزون الجسم يتعدل بداية يعني نحتاج أن تريه من أسبوعين إلى ثلاثة سابعة أو حتى في ناس شهر على الأقل يتعدل مخزون الجسم يعني هو المفروض يكون ثلاثين في ناس تيك خمسة في ناس تيك عشرة فمن من أول جرعة أنت بتبتدي تحس بتحسن بالعكس تحتاج فترة على الأقل أعطيها شهر أعطيها شهر وبعدين بتلاحظ تحس الفرق في سواء آلام الجسم سواء الآلام العظام النشاط اللي في الجسم وعلى طول يعني بتلاحظ الفرق لو تقارنه بقبل والحين بس يحتاج وقت وصبر شوية هذه نغاطة اللي اتكلمنا فيها بخصوص فيتامين دال طالعين فاصل إن شاء الله أرادي لكم صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة أذكركم برقام التواصل ويانا 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 حياكم الله انتكلم فقرتنا الحين الحالية عن شيء مهم من أكثر الأمراض انتشارا عننا وكيف التطور في علاجه ومتابعة المرضى بعد عن بعد بنقول عنها الرياض العالمية التي حققها مركز دبيل السكري التابع لهيئة الصحة بدبيل لم تأتي من فرق فهناك العديد من الأسباب اللي دفعت بالمركز ليكون في هاي المكانة الدولية المميزة في واحد من أهم التخصصات الطبية والمشكلات الصحية المعاصرة اللي أصبح للمركز بصمة خاصة في الحد منها والوقاية من مخاطرها وآثارها الممتدة حولها الصرح الطبي والعلم الرائد والتطبيقات الذكية والبرامج المتطورة اللي يمتلكها وكيفية استفادة مريض السكر منها يسعدنا اليوم يكونوا يانا في الستوديو الأستاذ عبدالله جمعة مدير شؤون إدارية المركز دبيل السكري فيئة الصحة بدبي صبحك الله بالخير أستاذ عبدالله صبحك الله بالنور والعافية دفتورة والأستاذ أحمد سعد أخصائي تثقيف سكري في مركز دبيل السكري صبحك الله بالخير أستاذ أحمد مبروك عليكم ورحمة بداية الحمد لله الله يزيدها إن شاء الله ويجعلها أنطار خير وبركة بداية أستاذ عبدالله نحن عارفين مركز دبيل السكري من المراكز والصرح اللي لا أهميته سواء في متابعة مرض السكر وعلاج مرض السكر فممكن تعطينا نبذة باختصار عن مركز دبيل السكري نعم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أني أشكرتش دكتورة على الاستضافة ومثل ما تعرفين يعني الحديث عن مركز دبيل السكري وعن خدمات مركز دبيل السكري دائما حديث شيق وممتع لأن الحقيقة نحن نستشعر البرامج والنجاحات اللي موجودة في مركز دبيل السكري طبعا مركز دبيل السكري من المراكز التخصصية اللي تابع لهيئة الصحة بدبي مركز عالمي على أساس أن عندنا نحن البرامج اللي موجود العلاجي مثل ما تتفضلتي بواسطة فريق طبي متخامل هو فريد من نوعه الحقيقة المريض يومي يتعالج بواسطة فريق طبي متكامل من الدكتور إلى خصائل التثقيف الصحي التغذية فحص شبكية العين العنايب القدم والتمارين الرياضية وآخر شيء اللي هو العلاج النفسي اللي هو اللي يحتاج المريض بالسكري هاي الخدمات طبعا اليوم نحن بنركز في حديثنا إن شاء الله إن كيف التقنيات الحديثة اللي موجودة في الساحة سواء أجهزة طبية أو تطبيقات ذكية كيف اليوم مركز دبي للسكري يأهل التقنيات الذكية والتطبيقات هاي بأن يستفيد منها الإنسان اللي مصاب بداء السكري نحن طبعا يعني أول مركز يمكن على يعني سواء في هيئة الصحة أو على مستوى الدولة إن عندنا عدد كبير من المراجعين اللي هم يتم علاجهم والأخ أحمد بيتكلم بالتفاصيل الموضوع اللي هم على مضخة الإنسولين مضخة الإنسولين من التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية اللي نحن يعني استخدمناها تقريبا من 2009 من بداية افتتاح مركز دبي للسكري والأجهزة هاي يعني تدير حالة الإنسان اللي مصاب بداء السكري عن موضوع جرعات الإنسولين بشكل يومي طبعا غير عن هذا الأجهزة الذكية بالنسبة لفحص السكر الدوري وأيضا طبعا الأخ أحمد بيتكلم عنها ولكن أنا اليوم أبغي أتكلم الجانب اللي خصني أنا كإدارة المركز أننا نحن دائما في تطلع يعني بتطوير الخدمات ليست فقط العلاجية العلاجية الحمد لله رب العالمين نحن اليوم عندنا عشر أطباء كلهم يحملون البورد الأمريكي وكل مرضانا يتم علاجهم بواسطة استشاري غدط صماء السكري وبشكل مستمر عندهم يعني مشاركاتهم في المؤتمرات وفي أكثر ما هو حديث بالنسبة للدراسات والبحوث طبعا بجانب هذا أننا نحن اليوم لازم يعني نواكب التطور أو قصدي رؤية أو استراتيجية هيئة الصحة بتبي رؤية الحكومة أننا نحن كيف نكون يعني مركز تقنية ومركز يعني عالمي بالنسبة للتقنيات الحديثة مثل ما تعرفين دكتور أنتي في عندنا نحن مجموعة من المرضى من أول ما فتح المركز كانوا يتعالجون عندنا ولكن بسبب ظروف معينة قطعوا العلاج سواء يكون مثلا سبب شخصي أو التزام بأمور ثانية أو يعني ما قدر أي المركز فسوينا بحث ودراسة واليوم إن شاء الله خلال الفترة القريبة جدا لسبوعين هاي بنسوي بحث لمجموعة تقريبا خمسين مريض وبيطبق عليهم برنامج تقني ذكي اللي هو العلاج عن بعد ممتاز بحيث إن المريض هذا يتم طبعا يعني اختياره بناء على معطيات يعني علمية وشروط وأسس وبتم الدراسة هاي لمدة تقريبا ثلاثة شهور المريض أي مكان يكون الدكتورة في البيت أو في المكتب أو إنه مسافر أو أي مكان يكون بتكون هناك فيه علاقة مستمرة بين الدكتورة بين الفريق الطبي في مركز دبيل السكري بحيث إنه يتم عملية يعني علاجه وإدارته عن بعد جدي حتى متابعته مع الضاقم الطبي بتكون مستمرة بالضبط حتى لو هم مسافر ما موجود يعني ما بيحس بتخوف أو أن حياته فيها يعني فيها تحكم معين أو فيها حدود بالضبط نعم فها بيلعب دور كبير صراحة في راحة المرضى وفي نفس الشيء التزامهم لأن معظم المرضى يمكن يقولك أنا ما التزام في ميت الموعد ما ناسبني المقام بعيد طلعت لي شغلة صح فهذا الموضوع بيساعدنا نحن كثير بحيث أنه يعني عدد المرضى اللي يعني بنحتاج أن ننطبق عليهم هاي البرامج الذكية تطبيقات الذكية والأجهزة الذكية بيكون عددها أكبر إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله أستاذ أحمد بنرجع لك طبعا تلقي في الصحي له دور كبير لمرضى السكري ودورة يمكن ما بنقلل بالعكس يعني كل ما تثقه في المريض أكثر من ناحية مرضى السكر كل ما كان التزام بالعلاج وحتى تنظيم للسكر يعني يكون واضح وضوح كبير وطبعا مثل ما كلمنا لأستاذ عبدالله بخصوص التقنيات الحديثة اللي بتدخل الحين في برامج متابعة مرضى السكر فكيف بتصاهم هالتقنيات الحديثة في مساعدة المريض بإدارة حالته بشكل ذاتي أكيد أولا بسم الله الرحمن الرحيم شاكر لألك دكتورة على الاستضافة هاي الطيبة في البداية التقنيات الحديثة الآن موجودة في جميع جوانب الحياة وأهم جانب هو الجانب الصحي صراحة وجودها مثل هيك تقنيات حديثة سهلت على المريض بشكل كبير جدا وكذلك الأمر مع الفريق الطبي سهلت موضوع علاج المريض ومتابعته عن بعد أول شيء هذه التقنيات الحديثة هي تقنيات بسيطة وغير معقدة تناسب جميع الأعمار الكبار والصغار يعني لو ضربنا مثلا الآن بالزمان كان موضوع فحص السكر كان جدا مزعج من حيث الشعور بالألم يعني بيطلب أنه بعض المرضى عندهم النوع الأول من السكر بيطلب أنهم لازم يفحصوا ثلاثة أربع مرات وممكن ببعض المرضى ممكن ثمان مرات توصل إلى الموضوع فتخيلي الشعور بالألم المصاحب للفحص السكر الآن في الوقت الحاضر اتطورت الأجهزة الإلكترونية الحمد لله والتكنولوجيا والاستشعار الذكي للسكر فقل موضوع الوخص والشعور بالألم بحيث وجود يعني صار الآن في موجود مجسات لفحص السكر بس أن المريض علي أن يقوم بفحص أو مسح المجس ومباشرة تظهر عنده النتيجة وممكن يضع هذا المجس من سبع أيام إلى أربع عشر يوم وبيسهل على الفريق الطبي أيضا متابعة هذه الحالة وتعديل أدوية السكر ووضع خطة علاجية مناسبة للمريض طبعا كذلك الأمر التواصل مع الفريق الطبي صار جدا سهل تخيري أن المريض موجود في البيت حاليا بإمكانه بكبسة زر أن يرسل قراءات السكر وبيانات طبعا هي تأخذ بيانات كبيرة جدا ففريق الطبي بيسهل عليه وضع الخطة العلاجية المناسبة لحالة المريض هذه لكي كل شخص أكيد بيختلف حالته عن الشخص الآخر والعلاج مختلف من شخص إلى آخر أستاذ أحمد طبعا الجميع شوي يمكن تبدر أو تخطر على باله خاصة مرضى السكري بخصوص الأجهزة التي تستخدم في غياس السكر هل القراءات دقيقة بالضبط فيها اختلاف إذا أنا سويت تحليل الدم ولا لا فشو رايك في الموضوع أكيد طبعا دقيقة جدا أجهزة فحص السكر الآن حاليا يعني بالنسبة لأعطيكي مثال أهل المريض بيفحصوا السكر لابنهم مثلا مرة أو مرتين يوميا طبعا قراءة واحدة بالجهاز العادي قراءة أو قراءتين باليوم ما تعطيني فكرة كافية خلال اليوم قبل الأكل بعد الأكل أثناء النوم كيف السكر عنده بينما وجود أجهزة استشعار السكر الذكية تعطيني فكرة عن السكر خلال 24 ساعة وبالتالي بحدد بالضبط شو الدواء المناسب لحالة المريض وأي دواء مناسب أنه أرفعه أو أنزله وبالتالي بتجنب أي هبوطات في السكر وبتجنب أي ارتفاعات أيضا بالسكر فمن حيث الدقة هي دقيقة جدا وحتى الألم يكون أقل بالنسبة للمرضى نفسهم نعم الألم بيكون أقل خاصة للأطفال أو يعني لأن أكثر أشخاص أو كبار السن حتى لأنهم أكثر أشخاص يعني يتدمرون أو ما بسالفة التدمر بس سالفة أنهم يشتكون أو يبتعدون عن التحليل بس مخافة من الألم اللي بيكون فيه نعم ممكن نحكي أنه أكثر شيء ممكن يجنب المريض مريض السكر أنه يفحص هو الألم صح الألم هو أكثر شيء مزعج بالنسبة للمريض فتخيل لما نحكي له نحن بنا قراءة سكر ضروري جدا أنه نفحص السكر فبيشوف أنه فيه صعوبة بعملية الوخص هذا أنه يوميا وليش فبيبطل يفحص السكر فوجودها صراحة سهلت كثير عليهم وعلى الفريق الطبي استاذ أحمد ممكن تعطينا فكرة عن الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مركز دبيل السكر وكيف تعمل هذه التكنولوجيا أكيد طبعا في مركز دبيل السكري يوجد العديد من الأجهزة الحديثة خلينا نبدأ بمضخات الإنسولين مضخات الإنسولين هو عبارة عن جهاز صغير الحجم يقوم بعملية توصيل السكر للجسم المريض بشكل مستمر طبعا تمتاز هذه مضخات الإنسولين بوجود أجهزة استشعار مرتبطة في مضخات الإنسولين بحيث تقوم بإرسال القراءات السكر المستمرة لمضخة الإنسولين وبناء على ذلك مضخة الإنسولين تتصرف فتخيل أنه في حال وجود هبوط في السكر مضخة الإنسولين مباشرة تقوم بإيقاف عملية إيصال الإنسولين بحيث تجنب المريض أي هبوطات إضافة في السكر نعم فبالنسبة لأمر نعطي مثال أهل خايفين على ابنهم من هبوط السكر أثناء النوم فمضخة الإنسولين لما تشوف أنه أثناء النوم هذا الطفل عنده هبوط في السكر قبل ربع ساعة من حدوث الهبوط تقوم بإيقاف مضخة الإنسولين إيصال الإنسولين وخلال ربع نص ساعة إذا شافت السكر بيرتفع ترجع الضخة الإنسولين القاعدة للمريض فثمان أيضا تسهل آلية عملها كذلك الأمر موضوع الألم الألم بالنسبة لها أخف ليش؟ مشان كل ثلاث أيام الإبرة المرتبطة في مضخة الإنسولين نقوم بتغييرها كل ثلاث أيام فالمريض النوع الأول يقوم بوخز السكر الإنسولين ثلاث إلى أربع مرات يوميا لكل وجبة لكل وجبة ومرة واحدة يعني أربع مرات فيتحول الموضوع إلى ثلاث مرات كل ثلاث أيام مرة واحدة يقوم بتغيير إبرة الإنسولين كذلك الأمر موجود في مركز دبيل السكري أجهزة استشعار السكر في الدم الذكي طبعا في أجهزة استشعار مرتبطة نحن نقوم كفريق طبي نستخدمها وهي أجهزة تشخيصية مشان نكتشف إذا فيه هبوط بالسكر غير معروف شو سبب هبوط السكر غير معروف عند المريض نوضعها على جسم المريض على خلف الذراع وفي البطن وتقوم بقياس السكر لمدة أسبوع سبع أيام ومن ثم المريض بيأتي للعيادة ومنسحب كافة المعلومات وبيسهل علينا أيضا وضع الخطة العلاجية بعد الرجوع طبعا إلى الطبيب في أجهزة استشعار المريض نفسه بيقوم باستخدامها طبعا في عدة أنواع للأجهزة للإستشعار ومدتها تختلف من جهاز إلى آخر في أجهزة ممكن نضعها لسبع أيام لأربع عشر يوم في أجهزة ممكن نضعها في الوقت الحالي في أجهزة متطورة ممكن لثلاث شهور حتى أكثر من ثلاث شهور طبعا تتمن أيضا ألية تعملها في إمكانية لتسجيل الملاحظات في بعض المجلسات أو الاستشعار الذكي ممكن المريض لما تطلع القراءة عنده يفوت على خانة الملاحظات ويحط ملاحظة أنه عمل رياضة في هذا الوقت أو أنه أخذ إنسولين وكمية الإنسولين وكم نسبة الكاربوهيدرات التي أكلها في هذه الوجبة فبالتالي تكون المعلومات أو البيانات كاملة والفريق الطبي يسهل عليه فعليا علاج المشكلة إذا كان في الإنسولين سريع المفعول ويعدلوا نسبة الكاربوهيدرات أو يخبروا المريض أنه يعدل نسبة الأكل المرتبطة بهذا الإنسولين كذلك الأمر في تطبيقات ذكية نحن نستخدمها مرتبطة مع هذه الأجهزة الاستشعار الذكي هذه التطبيقات الذكية صراحة بتسهل أيضا عملية التواصل وكذلك التواصل عن بعد مع المريض ممتاز أستاذ عبدالله نرجع لك تكلمت عن التطبيقات الذكية وإن شاء الله البرنامج اللي بتطبخونه في مركز دبيل السكري شو هي النتيجة المتوقعة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في علاج مرض السكري خاصة اللي تكون عن بعد نعم دكتورة مثل ما تعرفين أن المرض السكر هو نمط حياة وفي حالة إذا تم تشخيص الإنسان أنه مصاب بالسكري معنات أن الوقت اللي يعيشه هو مصاب بالسكري هذه الفترة يعني أنه ما في علاج شافي فالهدف من البرنامج العلاج اللي تم وضعه في مركز دبيل السكري أنه نحن نحمي الإنسان اللي مصاب بالسكري من مضاعفات السكري اللي أنتي تعرفينها دكتورة اللي هي تأثر على الصحة العامة للإنسان اللي مصاب بالسكري سواء مشاكل العين، اعتلال شبكية العين، الأعصاب، أمراض الكلة، أمراض القلب وأمور كثيرة يمكن يوصلها في حال إذا ما تم علاج الإنسان هذا بشكل طبي وبشكل علمي وبواسطة فريق طبي متكامل من البداية من البداية، فهذا هو الهدف الأساسي من البرنامج العلاجي اللي تم وضعه في مركز دبيل السكري حين صارنا تقريباً عشر سنوات الحمد لله رب العالمين التطبيقات الذكية طبعاً فيه فئة من الناس أصبح يعني متابعتهم كل ثلاثة شهور أو ستة شهور وفي بعض الحالات مثل ما يعرف الأخ أحمد أنه بعد سنة خاصة اللي منتظم عندهم اللي هو منتظم عندهم فنحن اليوم يعني إذا المريض عنده أي ظرف معين مثلاً عقوب ثلاثة شهور أو ستة شهور ما يقدرين حفكرنا قلنا اليوم نحن نتماشى مع الاستراتيجية العليا من هيئة الصحة ورؤية الشيخ محمد أنه لازم اليوم أنا أوصل وأقدم الخدمة للمتعامل بأي طريقة كانت يعني فنحن يبنى البرنامج هذا الذكي أنه اليوم نحن نوصل للإنسان هذا في مجال عمله أثناء ساعات العمل ما يحاتي أنه والله أنا اليوم احتمال يكون عندي نزول وكيف أسير وكيف أتصل في الدكتور ولا في الأخصائي التغذية وتثقيف الصحي فبيكون هناك على الموبايل نفسه أنه مجرد ما يفحصه السكر بدون ما يسوي أي شيء لا يدقي يعني إرسال ولا أي شيء على طول عندنا نحن في المركز سواء عند أحمد أو عند أي حد من الفريق الطبي بيوصل عنده ألارم أن الشخص هذا فحص وفحصه مثلا غير طبيعي فعلى طول بيتم هناك بيتم هناك عملية التواصل بحيث أنه يتم إبلاغ المريض هذا بالإجراء اللي يحتاج يسوي طبعا هذينا مثل ما ذكرتنا دكتورة كلهم حالات مستقرة نزين ولكن هذا ما يمنع أننا نحن هذينا الفئة هاي يتم متواصلة معنا ما بنقدر نقول والله لأنه نمط حياة فلابد أن يوم الأيام بيحتاج أي معلومة بيحتاج أي مثلا نصح فبيكون هناك في سيستم إلكتروني ذكي موجود بالتواصل أي مكان يكون فالهدف الأساسي دكتورة أننا نحن يعني نستمر في موضوع أننا نحن على يقين أن الإنسان هذا خارج المركز ولكن بطريقة ذكية موجود معنا داخل المركز صح حتى المتعامل نفسه أو المريض نفسه يحس بأمانه براحة أنه في تواصل وفي معظم الأوقات بينه وبين المركز بين الطبيبين وطاقمك كل يعني مرات يقول لك لا ما بسير حين عندي شغل ما أقدر أطلع باستئذان أو أطلع دوامي أو عيالي فهالشي صراحة يعني له دور كبير صح خاصة للمرضى اللي عنده مسكر يعني دوركم صراحة في هالشي يعني جداً بيكون كبير وإضافة إلى ما بس أنك بتقدم العلاج من المريض أنت بتسعده في مكان عمله في مكان قاعد يعني هالشي من شاء الله عليكم يعني أتمنى لكم التوفيق صراحة فيه لأنه دور كبير بتأدونه لمتعاملينكم حتى لو أن السكر عندهم السكر عندهم بيكون منتظم وستاذ عبد الله بس شو رأيك شو النتيجة اللي أنتو تتوقعونه من هذا البرنامج ككل يعني نحن يعني النتيجة أنه نحن نضمن يعني يعني جودة الحياة الصحية للإنسان المصاب بداية السكري لأنه مثل ما قلت لك نحن اليوم هدفنا أنه يكون عندنا مجتمع صحي تماشياً معه يعني رؤية هيئة الصحة في تبي الحكومة اليوم تطلع أنه يعني قادة المستقبل يكونون شباب فإذا أنا عندي شاب ومصاب بالسكر وعنده مشاكل في المستقبل أصبح شاب غير قادر أنه يكون يعني قائد ناجح بحيث أنه يكون ديسجن ميكا ولكن مع الأنظمة الذكية هاي والبرامج العلاجي اللي موجودة عندنا نحن اليوم للسكري أنا أضمن أنه عندي شاب مصاب بالسكر ولكنه سليم في المجتمع صحي فهذه الأشياء كلها تنصب في القالب هذا للمستقبل يعني لأي إنسان مصاب بالسكر الحمد لله الحمد لله نتمنى لكم صراحة التوفيق خاصة في التطبيقات الذكية وحتى التوفيق في عملكم في مركز دبي للسكر لأنه ما شاء الله الدور اللي تعطونا الدور الكبير صراحة خاصة لمرض يعني أعداد الناس كبيرة فيه ونقدر نقيه وأهم شيء بالنسبة للمضاعفات اللي تابعة للمرض ناسمه ما قد أستاذ عبدالله اللي هي تأثر على صحة المريض نفسه أستاذ عبدالله جمعة مدير الشؤون الإدارية لمركز زبيل السكري في هيئة الصحابة دبي والأستاذ أحمد سعد أخصائي التثقيف السكري في مركز زبيل السكري شكراً لكم نتواجدكم اليوم ويانا ومعلوماتكم بخصوص التطبيقات الذكية اللي أضافت الكثير للبرامج وحتى المستمعين الله يشكراً شكراً ألف شكر مستمعين العزاء وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله نلقاكم باتر على نفس الوقت على الساعة عشر أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق ميرا الأقفلي في الأخراج عيسى سبيل يعطيكم العافية جميعاً ومحدثتكم دكتورة عاش البسطة نلقاكم إن شاء الله باتر ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي يوسف سبيل